الليحة مكتملة ووجهنا به برّة حصرية يعني بدنا حق الخضاري لأولادنا ونمتن أرم الأحد الله ونحن الدولة الشعبية نحنا مررنا بظرف كتير صعب كان فيه الترهيب ومنصوب التهديد اللي قدّى إلى منعنا من إقامة نشاطنا ميتعلّق بإطلاق لأحتنا معاً للتغيير بالجنوب التاني نحنا اليوم موجودين بباحة منتدى السعافي بصور لإطلاق حملة لأحتنا معاً للتغيير الانتخابية وطبعاً هذا يعني نحن نتأجلنا أسبوع بعد اللي صار معنا أول مرة بالصرافاند اللي صار بالصرافاند هذات الأسبوع فجأة بيعترضونا شبيحة حركة أمل زعران حركة أمل بالعصية بالحجر حتى كلمعون سلاح نرفع السلاح علينا نحنا كنا مريئين ما حكينا حتى يعني حرف من اللق مطلع من أكد للكل أنه معركتنا مكملة في 15 أيار بالانتخابات وبالتصويت وبعد 16 أيار بالتأكيد معركتنا متواصلة ضد هيدا النظام وهيدا المنظومة لأنه ولا قاضي ولا مفتي كان يفتح اللابويب ويسمع لنا وإذا شي مرة كان ينحرج على الإعلام ويطلع ليسمعنا بحط الملف بالجارور لأنه عارف حاله محمي من سلطة ذكورية سلطة أبوية همشت للنساء وظلمتهم اليوم نحنا موجودين هون لحتى نرسي قواعد الديمقراطية الحقيقية ببلدنا لبنان منصور لكل لبنان عم نطلق ليحتنا معا للتغيير هيدا اللايحة وهي عمتعبر عن وجع كل لبناني وجع كل جنوبي نحنا هون اليوم عم نوجه ضربة آسية للمنظومة الفاسدة وعم نقول لهم ما فيكن تقمعوا صوتنا صوت التغيير جاية وما رح فيكن أبدا تقمعونا وراح ليكن أبدا تمنعوا موجة التغيير ترجمة نانسي قنقر